اشتركوا في القناة واكيدا ان تزويد مادريد بالغاز لن يتأثر رغم تلميح الجزائر بوقف الخط المغاربية الاوروبية وزير الخارجية وخلال مشاركته في اجتماع لجنة الخارجية بالبرلمان الاسبانية كشف عن اجرائه اتصالات مع الجانب الجزائري والمغربية مشيرا بان البلدين عرب له عن رغبتهما في العمل المشترك والتعاون بخصوص موضوع الغاز مشيرا بان اسبانيا ليست في خطر وبان لا احد يجب ان يقلق وكان وزير الطاقة الجزائرية قد اخبر السفير اسبانيا ان بلاده ستؤمن الغاز عبر خط ميدي غاز الذي يربط البلدين بشكل مباشر دون الاشارة الى الخط المغاربية الاوروبية الذي يعبر عبر المغرب ما اعتبر قرارا بعدم تجديد العقد الذي سينتهي في الواحد وثلاثين اكتوبر القادم نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر